فنبدأ بالصاحب العذر الأول وهو المرض المريض نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي كل مريض وأن يعافي كل مبتلى وأن يرحم كل ميت من المسلمين إنه سميع الدعاء فالمرض عذر في إسقاط الصيام عن العبد قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا لكن هل المرض هذا له حد؟ يعني لا بد أن يكون مريض مرض شديد ولا مرض خفيف ولا مرض لا يستطيع معه الصيام هذه التفصيلات موجودة في الحقيقة عند العلماء فمنهم من قال لا يفطر إلا صاحب المرض الذي يجد مشقة في الصيام وهذا أخذ به الإمام مالك وقيل المرض الغالب القاهر الذي يقهر صاحبه ويغلبه ويقعده وبعضهم قال الله لم يحدد مرضا معينا ولم يحدد للمرض حدا فكيف حددتموه يا قوم؟ بل قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا وقالوا يدخل في هذا من كان عنده شوية أنفل وأنزة شوية برد شوية دوخة شوية أي ضعف أي مرض لأن المرض يسبب الضعف للإنسان وفي الحقيقة قال بعضهم لا يفطر إلا من لا يطيق الصيامة أو يجد فيه مشقة بسبب مرضه وبعضهم قال من المريض الذي يطول مرضه أو يعرض نفسه للهلاك والمشقة بسبب المرض يفطر والحقيقة أن القول هنا للطبيب المسلم الثقة يعني واحد عنده شوية برد شوية أنفل وانزة خفاف إذا قال له الطبيب إفطر من بغي أن يسمع قوله لأنه صاحب الذكر هنا ولذلك قلت الطبيب المسلم الثقة لابد أن يكون طبيبا مسلما ثقة طبيبا لأنه مؤهل في الفتوى في الطب ثقة أي عنده ديانة يعني لأن الفتوى لا تقبل هذه فتوى قد تقبل في الطب إنما هنا أصبحت فتوى معلقة بالدين فلابد أن يكون صاحب ثقة وصاحب ديانة مع العلم لأن العلم وحده لا يكفي لقبول الفتوى فلابد من العلم وأن يكون ثقة دينا حتى تقبل فتوى فإذا قال الطبيب الثقة المسلم إن هذا المرض ينبغي أن تفطر فلابد للمريض أن يفطر